السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ان وفقنا وإياكم جميعا لصيام رمضانا وقيام لا يليه وختم القرآن وقد اكرمنا ببلوغ عيد الفطر السعيد ونسأل الله تعالى ان يديم علينا نعمة الايمان واليقين ويديم علينا المسارعة في الخيرات حديثنا الليلة نتعرف وإياكم عن فضل صيام ست ايام من شوال ونتعرف عن احكامها فضلها وحكمها واحكامها عند الله سبحانه وتعالى لان عندنا يقين ان هناك اعداد كبيرة من المؤمنين المغربة عندهم شغف بصيام ست ايام من شوال ويتقون لمعرفة فضلها ويتساءلون عن بعض احكامها وبعض القضايا المرتبطة بالفقه في هذا المجال اولا نحن الحمد لله محظوظون جدا لان الله سبحانه وتعالى اكرمنا بمواسم الخير ومواسم الطاعات تتوالى علينا تباعا فبعد ان مضى رمضان شهر الصيام والقيام والعتق من النيران ابواب الخير والطاعات متازال مفتوحة متازال مفتوحة لعباد الله المؤمنين في كل زمان وكل مكان ومن تم فبعد فرحة العيد السعيد اعتدى المؤمنون والمؤمنات ان يبدأوا عبادة اخرى يحبها المولى عز وجل هي صيام ست ايام من شوال لما يعلمون بان الصوم هو من اعظم القربات والطاعات الى المولى يطهر القلوب ويهذب النفس وهو جنة من الامراض والاسقام ومنافعه كثيرة لا تعد لتحصى من اجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا ست ست ايام من شوال بعد رمضان والمؤمن هو الذي يغتنم هذه الفرص الفرص لا تأتي دوما وانما تأتي في لحظات علينا ان نغتنم هذه الفرصة ونتقلب من طاعة الى طاعة والمؤمن يسير على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال عمره كله حتى يلقى ربه جل علاه الله سبحانه وتعالى وعدنا ايها الاحب الكرام بجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين والمتقون معروفون انهم يتسبقون لفعل الخيرات منها سيام ست ايام من شوال ماذا جاء من فضل في هذه الايام المباركة جاء في الحديث النبوي الشريف عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري ما معنى هذا الكلام هذا الكلام فسره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمن صام ست ايام بعد الفترة كان كتمام السنة ست ايام تمام السنة وصيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ست أيام بعده بشهرين فذلك صيام السنة كما جاء عن توبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفسر ويحاول أن يفهم يا رسول الله ما معنى من صم رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كالسيام الظهر قال يا توبان صيام شهر رمضان يعدل عشرة أشهر وصيام ست بعده يعني تعدل شهرين وهذا تمامه السنة لأن ربنا عز وجل وضع لنا قانون متعلق بالحسنات والسيئات القانون الرباني الإلهي مختزل في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فمعنى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها رمضان يعادل ثلاثين يوم وكل يوم هو بعشر حسنات المجموع ثلاثمائة حسنة إذا زدنا عليها صيام ست أيام من شوال والحسنة بعشر أمثالها ستة في عشرة ستين حسنة المجموع يصير تقريبا هو هو ثلاثمائة وستين حسنة تقابل على الأيام السنة أيام السنة تقريبا ثلاثمائة وستين يوم خمسة وستين يوم تقريبا والسنة القمرية أقل من ذلك فهذا فضل عظيم وفضل كبير قد يقول قائل أنا صمت الفريضة فلماذا أتعب نفسي بالنوافل أي نعم الله سبحانه وتعالى في باب العبادات وضع لنا فرائب ووضع لنا لها نوافل فكل فريضة لها نافلة قبلها ونافلة بعدها أو قد يكون بعدها أو قبلها أو معا مثلا الصلاة لاحظوا بأن الصلاة السنن الرواتب هناك من فيها الصلاة المفروضة هناك في نافلة قبلها أو نافلة بعدها وفي رمضان نحن كنا نصوم شعبان شعبان الكثير من أهل الإيمان واليقين صاموا النصف الأول من شعبان نافلة ثم يصومون شوال ورمضان هو الفريضة هو الأساس قبله كان شعبان بعده شوال هكذا الفرائب تكتمل بالنوافل خصوصا إذا الإنسان في صيامه قد وقع له نقص أو صدر عنه خلل أو إساءة فهو يحتاج إلى ما يجبره من الأعمال وهكذا وضع قانون رباني وضعه الله تعالى يوم القيامة الله عز وجل سوف يحاسب عباده وكل عبادة قد يكون فيها نقص أو خلل الله سبحانه وتعالى يقول لنا هل عندكم من نوافل فإذا كانت هناك نوافل الله تعالى يجبر الخلل الصلاة مثلا فيها نقصان لم نؤديها في الوقت لم نخشع فيها فيها نقصان لكن نكمل ونجبر النقص بالإكثار من النوافل الصيام أيضا نصوم رمضان لكن قد يقع لنا في خلل فنجبر النقص بصيام ست أيام شوال الزكا قد يكون فيها نقص نجبر النقص عن طريق الصدقات وهكذا كل أعمال البر إلا وفيها أجر وتواب قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف مشهد من مشاهد يوم القيامة لما يبعث الناس كلهم بين يدي رب العالمين ويقومون للحساب قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تقوع فأكمل به ما ضيع من فرضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك فهدف الصلاة ولكن النظام هو يشمل كل أنواع العبادات الحقيقة أن المؤمن الصالح هو دوما يحرص على أن يبقى باتصال مع ربه والذي وفقه الله تعالى لسيام رمضان إنما دليل على أن الله تعالى قابل منك الصيام الله تعالى إذا قبل منك صيام رمضان سوف يوفقك للصيام ست أيام شوال هذه قاعدة ربانية كل من قبل منه الله تعالى الصيام رمضان كان يصوم بإتقان كان يقوم الليل كان يقرأ القرآن كان يملأ وقته بالذكر وكان يفعل هذا ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة وإنما من أجل الله تعالى دليل أن الله قبل منه الصيام فإذا قبل الله منك الصيام سوف يوفقك للصيام ست أيام شوال فمعاودة الصيام بعد الصيام رمضان علامة على قبول صيام رمضان لأن الله عز وجل إذا تقبل من عبد العملا وفقه لعمل صالح بعده وقد قال أهل العلم ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان دليل علامة على قبول الحسنة الأولى والعكس صحيح من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك على رد الحسنة وعلى قبولها كان ربما من يصم رمضان ولكن مباشرة بعد الإفطار ربما تسول له نفسه العمل السيئات أنه يذهب إلى الخمور إلى الفساد إلى السرقة إلى أذية الناس هذا علامة على أن الله لم يقبل منه صلاته ولا صيامه لأن أثرها لم يكن إيجابيا في حياته تمن وفقه الله تعالى للصيام ست أيام شوال تلك علامة على أن الله قبل منك صيام رمضان وأحبه منك وراضيه منك كذلك أيها الأحباب الكرام الإنسان حينما يصوم رمضان ثم يتبعه بست أيام شوال وعموما من يقوم بالفريضة ويتبعها بالنفيلة هذا علامة على أن الله يحبه هو وزيرة قرب من العبد إلى ربه وحرص على كسب رضاه ومحبته فالله سبحانه وتعالى يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فكلما زاد العبد في النوافل كلما زاد حب الله له وزاد ربنا عز وجل يرفعه مقاما عالية الصائمون في رمضان وقد أحسنوا وأتقلوا صيامهم أكيد أن الله وعدنا بالأجر ما هو الأجر؟ قال ربنا عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان للصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه والصائمون لرمضان يوفون أجورهم يوم الفطر وهو يسمى يوم الجوائز يوم الفطر يسمى يوم الجوائز الله تعالى يوزع الجوائز لعباده المؤمنين وعلامة ذلك أنك تجد فرحة في قلبك اسألوا نفوسكم أيها الأحبة الكرام هل شعرتم بفرح وسرور وطمأنينة وسكينة يوم الفطر هل شعرتم بأنكم راضون عن أنفسكم تلك علامة على أن الله تعالى أعطاكم الأجر فهو يسمى يوم الأجر ويوم الجوائز والمؤمنون كلما أعطاهم الله جائزة أو تقبل منهم كانوا يزيدون في العمل الصالح شكرا على أنه قد تقبل هو في الأصل الله هو الذي وفق هو الذي حبب إلينا الإيمان هو الذي زينه في قلوبنا هو الذي وفقنا للعمل الصالح وبعد ذلك يجازينا بالجزاء الأوفر أهل الله يقولون علينا أن نشكر الله تعالى على هاتين النعمتين الشكر الأول التوفيق من عند الله والشكر الثاني على الجائزة والأجر الذي أعطانا وهذا كان من منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما فعل عملا صالحا يزيد في العمل الصالح حتى أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه وكما يقاله يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من دنبك وما تأخر لماذا كل هذا التعب لماذا كل هذا الشقاء صيام بالنهار وقيام بالليل ألم يغفر لك الله تعالى ما تقدم من دنبك وما تأخر فيقول أي نعم ولكن أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا فنحن أمرنا بأن نشكر الله تعالى في يوم الفطر وأيام الأولى دي الشوال أمرنا بأن نشكر الله على نعمة السيام أرضي الرمضان وأنواع الشكر كثيرة لما قال ولتكملوا العدة ولتكبلوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فهذا الشكر عظيم لله سبحانه وتعالى وخير كبير نسأل الله تعالى أن تقبل منها نريد أيها الأحباب الكرام أن نتير بعض الأسئلة والأجوبة التي لطالما يطرحها الكثير من أهل الإيمان واليقين أنه هدل أيام دي الشوال إلى عرفنا الفضل ديالها والأجر والتواب ديالها ما أحكامها الفقهية بعض الأحكام الفقهية التي تساعد الناس على حسن العبادة أنه يستحب البدء بها مباشرة بعد يوم العيد يعني قد نبدأ بأي من العيد ربما يوم تاني عيد أو تالت عيد أو رابي عيد كل خير أننا يستحب أننا نبدأ بها بعد العيد مباشرة لماذا؟ لأن هذا من باب المسارعة إلى الخيرات ربنا أمر بالمسارعة إلى الخيرات فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نحن مأمرون بالمسارعة إلى الخيرات وكثير ما يقول ربنا عز وجل هذه العبارات سابقوا أو سارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فض الله يؤتيه من يشاء والله دو الفض العظيم هذه كلها الإنسان يستحب أن يبدأ بها ولا يترحى لأن التراخي يقول بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام ربما قد يترحى ولا يؤديها ما دمت ما زلت فيك حماس رمضان عجل بها بعد العيد مباشرة يتسأل بعض الناس هل نؤديها دفع واحدة متتابعة أم يجوز أن نقسمها الجواب عند أهل العلم والشرعي أنه يجوز تفريق سيام ست أيام شوال والتتابع هو مستحب من تابع أيام شوال كان أفضل ولكن من قسمها وفرقها لظروفه الخاصة فالأمر مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السيام ست أيام شوال ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا وإنما قال من سام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كالسيام الدهر هنا لم يذكر أنها متتابعة أو متفرقة بل تركها لحرية المكلفين المهم أن تصومها داخل شوال أحيانا قد يبدأ الإنسان الصيام ثم يتعب وينتظر الأسبوع الثاني أو الثالث فيخر الشوال دون أن يستطيع أن يتم هذه الأيام هل هو آتم إذا سام مثلا ثلاث من شوال أو أربع من شوال أو خمس من شوال ولم يتمم ستا هل هو آتم لا العلماء يقولون لا يلزم إتمام الست من شوال فمن استطاع الإتمام فذلك أحسن فيه أجر وتواب عظيم ومن تعذر عليه فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صامر وإن شاء فطر لكن الإنسان عليه أن لا يعجز ويحرص على أن يتم هذه الأيام السؤال الذي يطرح غالبا عند النساء التي عندهن أعضار شرعية كالنساء التي أصحاب الحيض والحوامل والمرضعات والمرضى الذين يفترون في رمضان عندهم ديون رمضان ولم يقضوا بعد هل يبدأوا بقضاء رمضان أولا ثم بعد ذلك يصبح من شوال أم لا أم مدى الحكم الفقهي الأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به يبدأ بالصيام الأيام التي عليه في رمضان هذا أبرأ لذمته لأن الفرد هو مقدم على النافلة لكن في الغالب بعض الناس يقول ربما أنا متعاب وعندي أيام طويلة في رمضان ولا أستطيع أن أجمع بين شوال وقضاء الديون مدى أفعل العلماء عندهم قولان القول الأول يقول لك فضيلة صيام ست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطر فيها لعدر نؤدي ما علينا من ديون أولا ثم نصوم النوافل واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من سام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كالصيام الظهر قالوا هذا يتحقق وصف الصيام رمضان لمن أكمل عدة واللي بقي ما كملش العدة دياله المرأة الحائض لبقى عندها سبع أيام أو عشر أيام أو ثلث أيام والمرأة الحامل لربما عندها الشهر بالكامل والملأة المرضع أيضا ربما الشهر بالكامل وبعض المرضى يقول لك حتى تكمل صيام رمضان أولا ثم تتبعه ستا من شوال هذا الرأي هو رأي مرجوح الرأي الراجح لذكره الفقهاء وهو يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويتميز باليسر ورفع الحرج أن فضيلة السيام ست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعضرم لأن من أفطر أياما من رمضان لعضرم يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه له النبي صلى الله عليه وسلم الأجر فالفضيلة هي ليست موقوفة على الفراغ من القضاء قبل الست لأن الله تلا وسع في القضاء نسل عندهم ديون النساء الحيض والنساء الحوامل والنساء المرضعات والمرضى والمسافرين وغيرهم قال لهم الله عز وجل فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقبل العدة فالتيسير هو الخاصية التي يمتاز بها رمضان وتمتاز بها كل شريعة الإسلام فصيام ست من شوال هي فضيلة تختص بشهر شوال وتفوت بفوته أما بالنسبة للقضاء ربي عز وجل خليك السنة بكملها تقضي الأيام بالسنة بكمل عندك عشرة أشهر أو 11 شهرا كلها تقضي فيها ما عليك من قضاء رمضان فعدة من أيام أخرى نريد أن ننبع إليه أيها الأحباب الكرام أن الطاعات ليس لها موسم معين ليس معنى هذا أنه إذا انقضى الموسم دي الرمضان عاد الإنسان إلى حانة من الحرية ولم يتبرأ من المعاصب بالأكس المسلم عليه دوما يسير في الطاعة في كل أوقاته فرمضان هو مقدمة للشحن ثم نبقى هكذا في العبادة والطاعة شوال أيها الأحباب الكرام هو شهر مبارك وشهر كريم وفيها سيام ست أي شوال وفيه أيضا واحد خاصية جميلة جدا اعتدى عليها المسلمون منذ زمان والمغاربة أيضا ما دموا متشبتين بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بها بالإضافة إلى سنة سيام عدنا واحدة سنة أخرى طيبة مباركة تقع في شوال ما هي؟ وهي أن الخطبة من أجل الزواج تتم في الغالب في شهر شوال وعقد القران يتم في شهر شوال وحتى أحيانا البناء والزواج كله يتم في شوال هذا الشهر مبارك لذلك نلاحظ بأن هذه الأيام غاللحظوا بعد الأسبوع الأول من شوال الأسبوع الثاني مباشرة غاللحظوا واحد الحركة دؤوبة جدا في مغربنا العزيز وفي الوطن العربي برمته بل وفي العالم الإسلامي وعند الأسر الملتزمة الأسر الأوساط المتدينة تجدوها بأنها تجعل الخطبة للزواج وعقد القران يتم في شوال لأنه مبارك ولأن السنة النبوية أن تقوم هنا فقد جاء في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنه قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحضى عنده مني يعني كتقول لهم بأن النبي الكريم لما تزوج أمنا عائشة تزوج بها في شوال اخطبها وكتب بها عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال دخل بها في شوال فكتسأل أي نساء رسول الله كان أحضى عنده مني كانت محضودة جدا وكانت محبوبة جدا وتقول ومن الأسباب أنها تزوجت في شهر مبارك وهو شهر شوال حتى تقول أنه لما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة قالوا ومن الرجال قال أبوها فكان يحبها جدا قالت لأنه بنا بي في شوال ولهذا كانت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها الفقيهة المحدثة كانت تستحب أن تدخل النساء في شوال تقع الدخلاء والخطبة والعقر الدخلاء والبناء يقع في شوال فنبارك لكل العرسان في هذا الشهر الفضيل شهر شوال بعد الاتمان بل ست أيام من الصيام ستبدأ إن شاء الله في مغرب العزيز أعداد كبيرة جدا من الخطبة والبناء وعقود القران أسأل الله تعالى أن يديم على الجميع الأفراح أن يديم على الجميع المصرات أن يديم على الجميع الصحة والعافية وتمام الإيمان أيها الأحباب الكرام لن أطيل عليكم أذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة